حصيلة أجدها مرضية رغم أن الاحتياجات المعبر عليها لا زالت حاضرة ولا زالت انتظارات الساكنة في المجال الرياضي والشبابي حاضرة وهذا شيء طبيعي تزداد الساكنة يزداد مع الانتظارات يزداد مع الاحتياجات التي يتم التعبير عليها بالطبع يمكن أن نقيم الحصيلة بشكل إيجابي بالنظر لعدد المرافق الرياضية التي أنجزت السنتين الأخيرتين فيها ما هو يدخل في إطار برنامج كبير وطموح وواعد تم توقعه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي هو برنامج مراكش حاضرة متجددة لفيه وزارة الشباب والرياضة تتحمل اعتمادات تصل المبلغ ديالها 150 مليون ديال الدرهم هناك برامج أخرى لتدخل في إطار برنامج مستار من قبل الوزارة خلال إنجاز مشاريع وملاعب للقرب وملاعب بعشب إصطناعي 100% منجزة من قبل وزارة الشباب والرياضة وهناك كذلك مشاريع منجزة في شاركة مع مختلف الفرقاء والفاعلين في المنظومة المحلية وأخص بالذكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذا البرش الملكي الكبير الذي جاء لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي ونصبح اليوم لعب أساسي في العملية للإنجاز وتدارك الخصاص البين والحوض في المرافق الرياضية والشبابية والنسوية كذلك الجماعات الترابية التي تعتبر شريك حقيقي بحكم أنها مؤسسة دستورية عند الأدوار الكبيرة في عملية تفير وعاء العقارية والأرصد العقارية التي تنجز عليها هذه المشاريع الكبرى الهمة والمهيكلة كذلك لنستهينوا بضور رائد اليوم هو ضور الجمعيات المجتمع المدني التي بوأها الدستور مكانة متميزة في إطار المشاريع التنموية المبرمجة والمسترى وفي إطار كذلك الأدوار الدستورية الجديدة التي خولها الدستور 2011 الدستور المتقدم 2011 لجمعيات المجتمع المدني وكذلك لا ننسى الفاعل الإعلامي الذي هو أنتما جزء منه في مواكبات ومصاحبات ودعم مسيرة إنجاز هذه المرافق وكذلك توجيه النقد البناء في حالة أي تجاوز أو اختلال أو كذا وهذه فرصة حتى لا تفوتني الفرصة أتقدم بالشكر الجزيل لهذا الموقع وهذه القناة جهة 24 هذا المولود الجديد الذي جاء ليعزز المشهد الإعلامي بجهتنا الكريمة نتمنى له دوام التألوق والإشارات التي بدرت من هذا الموقع دليل لأنه إن شاء الله سيكون كافة الضمانات ستكون من أجل أن يكون رائد على المستوى الجهة وعلى المستوى الوطني هذه المشاريع التي تتبقى كبرا في إطار برنامج كبير وقلتها 150 مليون دلم مكلفة بالشبيب والرياضة يمكن أن نتحدث عن مسبح نسف أولمبي بمنطقة سيديس بن عي وملاعب القرب بأسك الجور له هدو مرفقين كبيرين تم تنشينهم من قبل عاهل البلاد نصره الله كذلك عندنا ملعب عندنا مسبح نسف أولمبي بمنطقة المحاميز انتهت منه الأشغال إن شاء الله قد يقع أرف الطريق زياله قاربا النقعة مغطاة بمنطقة المحاميز تتسيع لـ 2050 وهي دبال أولى وطنيا وبالتالي تم الإنجاز لها بـ 30 مليون ديال الدرهم الاشغال دياله قد يسالي ونهاية شهر يناير وغايت حتضن بطولة العالم في الجيدو شهر مارس كذلك عندنا مسابح أخرى اللي هي في طور الإنجاز مسبح منطقة الناخيل وكذلك مسبح منطقة الزوزية مسبح بأكذال ببحمد ومسبح بالشرف ونتيبلك واحد توزيع نحاول أن نحقق عدالة مجالية في توزيع هذه المرافق حتى لا تكون حكراً على منطقة دول الأخرى كذلك ملاعب القرب منطقة تامن سورس يعني اشتغلنا باش نقيسوا قاع المناطق اللي يمكن تعرف ملاعب القرب بمنطقة سي جي سبنهلي ملاعب بمنطقة الحي المحمدي دار الشباب سيعادوا بناءها بحدود عشرة مليون درب منطقة الحي المحمدي إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية يعني مدينة فيها دينامية كينة حركية كبيرة تروموا تدارك الخصاص وجعل ساكنة مدينة مراكوش في وضع راضين عليه وتحقرهم الولداتهم التنمية المرجوة والمرغوب فيها بالنسبة ل إكرهات لا زالت حاضرة وعش مكن نقوله بينا وسن الكامال بطبع الطموح دينا أكبر وأرحب وأشمل من أجلي أنه إن شاء الله اليوم تنتمنوا أنه كل جماعة ترابية كل جماعة ترابية يكون فيها ملاعب رياضية معشوشبا تكون فيها قاعة مغطات تكون فيها مؤسسة دور الشباب تكون فيها أندي نسويات تكون فيها رياض الأطفال تكون فيها خزانة تكون فيها مؤسسة تنشئة اجتماعية هنا بدون مؤسسة تنشئة اجتماعية لا يمكن أن تحتتها عن تنمئة حقيقية هنا العنصر البشري الخطبة الملكية السامية كلها أكدت على أن العنصر البشري هو المدخل الحقيقي لحل كل أزمات وكل اختلالات وبالطبع اليوم العنصر البشري والمغربي في صلبي اهتمام وانشغال سياسة العمومية وفي صلبي واهتمام السيد الوالي وبالتالي كانت تعبيئة شاملة وتعبيئة الموارد المالية حاضرة وتعبيئة النخب وتعبيئة المجتمع من أجل الاشتغال سويا من أجل إخراج مشاريع مهمة ومهيكلة لفائدة الشباب بالطبع أنا أجد بعض المناطق لم تنحضها من التنمية بشكل كامل بعض المناطق لا أريد أن نذكرها بشكل دقيق ولكن يكون على يقين بأنها حاضرة معنا وستكون إن شاء الله محط اشتغال دينا وسنحاول أن ندخلها ضمنها برنامج كبير صدر عن وزارة الشباب والرياضة تم تقديمه بين يدي صاحب الجلال يمكن تشين المرافق رياضي من قبل أهل البلاد وتعرض إنجاز 800 ملعب 800 ملعب للقرب المستوى الوطني كان حض مدينة مراكوش لواحدها 55 ملعب المستوى مراكوش الجهة 171 يعني مدينة أسفي بدورها استفادت من هذه العملية وبالتالي كما قلت هناك رؤية هناك تصور جاء من عند ما جاش من الفوق وكنت طلع من القواعد من خلال تشخيص حقيقي ودقيق الوضعية الحالية الحالة تزيع شبكة المرافق قطاع الشباب والريضة على مستوى مدينة مراكوش على مستوى الجهة ورفعناها السيد الوزير اللي يحيط مدينة مراكوش والوطن كذلك برعاية خاصة أنه ستعطى الأولوية لبعض المناطق لفيها الهشاشة وفيها الإقصاء الاجتماعي وفيها الفقر وفيها الخصاص ونشتغل عليها إن شاء الله من أجل تدارك هذه الوضعية فعلا حاضرت بواحد التفاتة أعتبروها التفاتة من خبل إخوة وأصدقاء وكي لعبوا دور كبير ومحدد وحاسم في تحقيق الحق في هذه الحاضرة المراكوشية ومن حيني هذا التكريم يمكن أفضل ولا أزكيها للله أحدا أفضل موزير مسؤول رئيس مسلحة خارجية إلى جانب إخوتي هذا التكريم رأي يقص كذلك إخواني وزملائي اللي هما معي في هذا يشتغلون تحت إشراف وتتبع رجل دولة من الملعي ارتقي العين مؤخرا حديثا سيد والي جاء سي كريم قسو الحلو اللي جمع الخير وجاءت معه المبادرات وجاء معه الإشعاع دياله من مدينة كبيرة ومن حجم الكبير ضال بيضاء أنفا وجاء وشتغلنا معه بروح تعاون روح الفريق وحاولي كرص العملية روح الفريق والحمد لله أتمرت وعطت أنه تمكننا آخر نشاط قنبيه السيد الولي ويوم السبت أنه مجموعة من المشاريع كانت مغلقة منذ ثلاث سنوات واليوم عرفت طريقها الفتح وعطت الانطلاق بناء أن أنه استجاب بشكل فوري لاقتراحات وملتمسات جمعيات المجتمع المدني التي تعتبرهم كما قلت فاعل أساسي في تحقيق التنمية الشاملة ومستدامة بهذه الحاضرة المراكوشية